ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المشركون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم فأي حد بقى جنة عشان يحصل بقى العراق والمنافسة والأمة تتسارع فيطلع لنا بقى داعش وأخواته ويطلع كل الناس أصحاب التدايون الكمي اللي بيعملوا إيه؟ نقول والله إحنا عايزين نقاتل العدو القريب من العدو القريب؟ أنا؟ المسلمين العدو القريب يا مفتري بتفتري على الله وتتفتري على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله بيقولك الناس دول مؤمنين لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ ليس هناك مصلحة غير لمصلحة كل الناس اللي بيمكروا بهذه الأمة ويمكروا بهذه المنطقة هذا الكلام يا سيدي دي صناعة قديمة صناعة معمولة صح صناعة التطرف ده والتدايون الكمي دي صناعة مصنوعة صح معمولة أمولة معمولة بطريقة إبليسية عشان الناس تتسارع وتترك حديث رسول الله فيحصل إيه؟ الحضارة الإنسانية بسبب المتطرفين وبسبب التدايون الكمي لأنهم عملاء لأصحاب المصالح عملوا إيه بقى؟ ضيعوا فرصة أن العالم كله يتنور بنور حضرة النبي أن الناس ما تتنفس التنافس الأحمق ده الناس ما تبقاش كل واحد همه أن يستحوز على الآخر لكن الناس دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا كده لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي لكن شوف قد إيه الحياة بتاعتنا بقت كريهة بسبب المنافسة بسبب توحش المنافسة الناس اللي معي عينة وانت وكل الناس شوفوا المنافسة عملت فينا إيه؟ شوفوا المنافسة أفقادت قد إيه من الناس أعمالها؟ شوفوا توحش المنافسة خلى الناس قد إيه تتوجع وقد إيه بيوت تتخرب وقد إيه وأهل التداين الكمي فرحلين بنا منافسة ويسموا التنافس ده سراع بين الحق والباطل والله ما حصل أنتوا كمان يا أهل التداين الكمي أنتوا عايزين سلطة أنتوا عايزين دنيا مش عايزين آخرة أنتوا عايزين سلطة على الناس الطيبين المساكين أنتوا مش عايزين هو ده اللي كان خايف علينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تتنفس الدنيا فتضيع الدين الناس تنفست الدنيا فضيعت الدين وتلعبت بالدين من أجل دنياه تلعبوا من أجل السلطة فآزوا الناس هذه معجزة مستمرة للرسول الله هذا الخبر وهذا الحديث معجزة للرسول الله سلم لأن في رؤية تانية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهكم هم كما ألهاتهم إيه ده ما هو ده اللي حصل الناس بيحسوا أنهما آلات بيحسوا أنهما التهوا في الدنيا وأصبح الواحد فيهم مش عارف ليه لأن لو الناس كانوا أسسوا حضارة شفتوا أنتوا عملتوا إيه أهل التدايون التكم ويا أهل التطرف فينا عملتوا فينا إيه منعتونا أن إحنا نساهم في حضارة الإنسانية فلما ما ساهمناش في حضارة الإنسانية الأفكار بقى الأفكار إياها سيطرت على الإنسانية فسيطرت فكرة المنافسة فالناس احترقت والناس تعبت والناس تواجعت أنا أقول لكم شوية حاجات أخذناها من هذا الحديث عسى الله سبحانه وتعالى يبرد قلوبنا ويسهل أحوالنا أول شيء لو أنت عايز تعمل بهذا الحديث خليك صاحب بشر خليك صاحب أمل افتكر أنه صلى الله عليه وسلم منتظرك على الحوض يا سلام الجمال يا سلام على جمال حضارة النبي وإني فرطكم وفي رواية فرطكم على الحوض فحضارة النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئ لك الحوض فعلى طول أنت خليك أنت إيه؟ مستبشر أن الرسول الله سلم يهيئ لك هذا الحوض الحياة التانية أن أنت لازم تعملها وببساطة توقف عن الحكم على الناس ما تحكمش على حد خالص